إذن الجولة الأولى في مباراة كأس العالم لكل المجموعات تمت واليوم الجولة الثانية تبدأ بيوم أول طب خلينا نسأل بقى ناقدنا وكاتبنا الأستاذ خالد أحمد يوسف عن رأيه تعليقه تحليله لمباراة الجولة الأولى في كل مجموعات كأس العالم أهلا بك سوز خالد منورنا أهلا بك سوز أبراين عارف تتابع رغم فروق التوقيت ما بين الولايات المتحدة وقطر آه ده ما بيأسرش خالص ياما قعدنا بك ساعة اثنين الفجر وياما قعدنا بك ساعة خالد ما فيش مشكلة خالص طيب انت خاسش شوية خالد عام الرجيم طيب دي حاجة كويسة جيد يعني يمكن استعدادا لكأس العالم برضو قل لي تعليقك المبدأي على مباراة كأس العالم هل الإسبوع الأول فاجأك في شيء أدهشك في شيء استوقفك تطور ما هل إحنا أصد سمات مباراة أولى عادية في كأس العالم يعني وفي الآخر بيتشكل بعد شوية إحنا متعجلين في انطباعات إيه بالزبط رأيك بشكل عامل إسبوع الأولاني بيبقى إسبوع في بعض الأحيان بيبقى مخادع يعني في فرق كتيرة يعني وصلت للنهائي وهي ما كسبتش لأول ماتش ولا أول ماتشين صحيح في فرق وصلت خدت النهائي وما كسبتش ولا ماتش في التلاتة فاكر إيطاليا لما تعاني في التلات مباراة إيطاليا 82 وفرنسا 2006 على سبيل المسار فإسبانيا في 2010 تغلبت أول ماتش من سويسرا فبشكل عامل جولة الأولى بتبقى جولة في بعض الأحيان مخادعة بس أعتقد أنه أفضل اللحظات في الجولة الأولى هي كانت اللي كان بيبقى فيها مفاجآت وأنا أعتقد أنه جوز كبير جدا جدا من اللي بيدي أكسوجين لأي بطولة طولة كأس عالم أو كأس أمم أوروبية أو بشكل عام في بطولة الكرد القدم الكبيرة هي المفاجآت والشيء الأبرز اللي أنا كان عجبني تحديدا أنه في المفاجآت اللي كانت تتعلق أو حتى في الفرق اللي أزهرت جدية كبيرة أنه على السطح على سبيل المثال في ماتش السعودية والأرجنتين أو اليابان وألمانيا على السطح ولمدة 60 دقيقة مثلا سبيل المثال الأرجنتين وألمانيا كانوا متسايدين ضيعوا الطرس أهداف تلاغت على السطح يباني أنه دي ثلاث نقاط جاهزة وفي ظرف 8 دقايق الموضوع بيتقرب تماما وده جزء أعتقد أنه هو في كرة القدم بيبقى مهم جدا فكرة التركيز في لحظات معينة واستغلال أموصف الفرص وإيه الهزات اللي بيتعرض لها بعض الفرق خاصة في كرة القدم آه في الشرط الأولاني على سبيل المثال ده دي إحصائية تم تسجيلها أنها أول فريق من فترة طويلة جدا 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 في خلال الشرط الأولاني ما يعملش لمسة واحدة داخل منطقة جزاء الخصوة الشرط التاني شرط مغير تماما فريق مبادر ومهاجب ومسجل هدفين بالضبط وفي بعض الأحيان الحالة التحول أو تغيير يعني زي ما بي في بعض الأحيان الإسبان بيسموه تغيير الكابلات أنت بتغير كابل فرقة بتعمله نوم الأنواع العقلية نفسها وطريقة تعاونه مع المتش نفسها بتختلف ويمكن هيرفي رينار المدرب بتاع السعودية قال ملاحظة ظريفة فيما بين الشرطين في أعتقد أنها تم تطبيقها أكتر من مرة في الفرق الأزهارة ندية أنه إذا كنتوا عايزين تاخدوا صورة مع ميسي خدوا صورة لي جملة رهيبة أنه الدم منافس ده لعيب زينا زيه روح يضغط وسأ بالإمكان إيقافه بالإمكان التعامل معاه بالإمكان أنه أنت تغير المرش وأعتقد أن دي كانت سيمة في معظم طبعا في بعض المرات تهمت من المدرب المدير الفني للمنتقب السعودي وكلامه أكثر ما هو يعني معناوي ودافع ومحفز مش كلام فني الكلام اللي هو قاله على فكرة كلام بيقوله مدربين كتير في أوقات وفي بعض الأحيان يعني أنا أعتقد أنه مدرب كوستاريكا قال لفرقته نفس المهمة وتغلب وسبعة في بعض الأحيان أعتقد أنه حاجة عامل واحد بس هو اللي بيفرق إنه إيه المحاضرة اللي غيرت بس أعتقد أنه فيه إنه مش بس فكرة المحاضرة في حد ذاتها الطريقة اللي بيستخدمها المدرب في علاقته مع اللعيبة في علاقة مستمرة لمدة سنة وسنتين فيه مفاتيك معينة بيعرف يستخدمها وفيه في بعض الأحيان الجمل بيستخدمها بيستفز لعبته فيه بيبقى عارف كويس قوي إنه الفرقة المعينة أو فرقته أو لعبة معينة فقدت تركزها وفي بعض الأحيان ده كان بيستخدم أقوار حد زي أليكس فرقسون مثل إنه بيوجه خطابه للعيد معين ويقوله وفي بعض الأحيان يحرجوا قدامه لإنه هو شيء إنه هو إنه ده اللي حيستفز فيه فما هيش المحاضرة هي اللي غيرت هي العلاقة اللي كانت ما بين رينار والفرق على مدار سنتين علاقة فيها جزء مختلف عن بقية العلاقات اللي كانت بتتم ما بين المدربين ونزول الشرط التاني اللاعبين بإرادة من حديد يعني إرادة يعني تثير الدهشة والإعجاب لكن خلينا أسألك بممناسبة اللاعبين عن ميسي وبدأ في هذه المباراة قليل حيلة جداً وهزيل العطاء إلى حد تجدد كل الاتهامات بقى من كل الفرقاء يعني بأنه في المباريات الكبيرة في مباريات المنتخب لا يصبح ميسي ببرشلونا بل ميسي يعني أكثر تواضعاً وأكثر يعني خزلاناً لجمهوره أو لمنتخبه ده بيحصل الفكرة مع لعبين كتير في أوقات معينة لدرجة أنه مارادونا نفسه كان لمدة 4 أو 5 سنين من 79 لغاية 86 كان بيتم الاتهامه بأنه هو بيلعب مع برشلونا أو نابولي أفضل لما كان بيلعب مع المنتخب الأرجنتين لغاية ما عمل الفضيع في 86 بس في عوامل تانية بيبقى ليعلقة بأسلوب طريقة اللعب مختلف خالص لما كان بيبقى مع برشلونا نوعية اللعيبة اللي بيلعبوا جنبه نوعية مختلفة والظروف والنوعية المدربين كمان اللي بتعمل معها نوعية مختلفة فأعتقد أنه بشكل عام ده كسر نسبياً في طولة كوبة أمريكا لما ميسي لعب مع المنتخب الأرجنتين بس أعتقد أنه الفرقة بشكل عام اتمسكت من اللعبات المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتين بشكل عام ديقت عليه المساحات بيتشل وكان فيه نوع من أماع التصرع غير عادي وده اللي كان حصل مع أنه كان فيه التزام ونضج تكتيكي كبير جداً جداً بلعبات المنتخب السعودي في فكرة أنه تديق المساحات أنه ميسي اللي وحده مش هيقدر يعمل اللي بيعمله في فرقة تانية لأنه نوعية اللعيبة كمان اللي معاه ما هيش بنفس درجة المرونة دي مفاجأة كبيرة زي مفاجأة اليابان والمانيا لكن من ناحية تانية حتى كل الفرق الكبيرة الأخرى محدش فاجئنا أدهشنا بخطة جديدة بتكتيك جديد أو حتى بأداء فني مختلف وعالي حتى المباريات بتاعت إنجلترا أو يعني الفوز بقى سبعة وستة أو الحاجات دي كلها على فرقة كانت تكون مستسلمة تماما للهزيمة أضعف بكثير فمش قصاد تحدي حتى ينتج إنه أسبانيا قدمت كرة مبهرة أو إن إنجلترا عملت عرض ما حصلش في جزء لي علاقة بأنه بطولات المنتخبات في في آخر ممكن يبقى عشر أو اتناشر سنة دايما كانت بطولات كاس العالم أو بطولات كاس الأمور الأوروبية هي اللي بتقدم آخر تريند هي اللي بتقدم اللي حيتم تتبعه من كأنك رايح على سبيل المعرض بتشوف إيه الحاجات اللي حتبقى الموجودة خلال الأربع سنين اللي جايين المطوع معكس وأصبحت بطولات الأندية هي اللي بتقدم هي أكثر ديناماكية المعظم اللي بقت كمان خلال مثلا الثمانيات وغاية نص التسعينات كان فكرة إنه الاحتفاظ بفكرة الهوية الخاصة بكل فرقة لإنه عدد المحترفين كمان كان يعني معظم اللي عيدة كانت تلعب في البطولات المحلية دلوقتي انت بشايف فريق سنغال كله بيلعب يعني مفيش حد بيلعب خالص مثلا في البطولة المحلية ومعظم الزمائل اللي بيلعب زمائلهم بيلعبوا في معهم في نفس المجموعة مع فرق تانية الحالة الخصوصية دي نفسها بقت اختلفة كله بيلعب بنفس عشان كده حيس إنه كله بيلعب نفس الرتم كله بيلعب بنفس زي ما بيلو الأبروتش كل نفس لما يبقى فيه فريق يلعب زي ما بيقوله مهاجم المزيف أو رقم تسعة المزيف يبقى كل الناس تلعب كان في فترة كل فكرة المهاجم الصريح دي كانت فكرة ما هيش مستحبة خالص وكانت جاية من الأندية يعني كانت جاية من أساساً التطبيق في الأندية المنتخبات فيه ناس كتيرة جداً كانت بتعتبر يعني في الفترة كمان تحدثين في آخر عشر سنين إنها منغصة على المحبي البوطرات الدورية بالضبط الموضوع نعكس أنا بالنسبة لي أنا أجيلي كان كاس العالم ده كان المعرض اللي كتشوف منه إيه آخر دلوقتي الناس عايزة ترجع للدورة الإنجليزي والأزماني بسرعة بالضبط بالضبط مين نجم هذه الجولة الأولى يا أساس خالب؟ أنا بحب المفاجآت أو الناس اللي أنا مش متوقحة جداً بس أعتقد أنه أنا شايف أنه اللعيبة للشباب بشكل عام في متخب إسبانيا حاصلًا أنه فيه ناس مرهقين يعني فيه ناس دس مانتشارات لسه قانوناً لا يسح ليهم إنهم ما يعملوا عقود وفي بعض الأحيان في بعض الأمانات في إسبانيا ما لا يحق لهم قانوناً تعاطي الكحوليات ففيه منهم جزء أعتقد أنه أظهر جزء محترم جداً من النط والتفاهم عدم الاستعراض فنضرهم ضمن المجموعة يعني الناس زي جافي على سبيل المثال أنا بقى يعني شوية أنا عجب يعجبني جداً أنا فكرة أنه يبقى حد في سنة صغير وفي نفس الوقت عنده حالة النطج دي بس على سبيل المثال في فالنسيا في أوكوادور على سبيل المثال كان أعتقد أنه تلت تجوان في مطشين ما كانش حد متوقع أنا ممكن يبقى فيه يبقى هو الهداف بتاع المطولة أعتقد أنه بشكل عامل أداء جماعي التقلق معظمه بيبقى جماعي أنا عجبني جد بتماسك فريق تونس في قدام الدينمرج جداً فجئنا وأفضل من مباراة التصفيات التمهيدية تماماً يعني بالضبط أنا بشكل عامل بس لو أنت عايزة تقول أداء فردي يعني عنده قدر ما من النجاعة زي ما بيقوله يعني أنا ممكن أقول إمبابي يعني إمبابي سجل وعمل أسيس في المطش بتاع بتاع فرنسا كان الأكثر تأثيراً نقدر نقول غير كده أعتقد أنه الاعتماد على فكرة التماسك الجماعي هي اللي سيدة بقالها فترة طويلة أنه 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 عملية بروز الومضاط دي عملية وعشان كده ممكن تيبقى الاحتفالة الخاصة بجون البرازيلي التاني مبارح مثلا كان احتفال كبير بسبب أنه ومضة يعني من اللي هي بيقوله عليها بتعجي بجمول على الرغم من وفرعة الأحيان وصلوا أنه هو من أجمل أهداف تلك كاس العالم على الرغم من هو يعني ما يدخلش حتى من ضمن أحسن خمسين بس يعني يعني النسة متعطشة لحالة من حالات النزعة الفردية وده أعتقد أنه هيبقى نادر يعني ما هو نادر هو إحنا مع بعض بقية الجوالات نحلل ونقرأ معاك كاس العالم وحتى نصل بقى إلى البطل الذي سرفع الكأس هل أنت على الجولة الأولى بتشير إلى توقع معين مثلا لنافس في البندل الصيني؟ يعني أعتقد أنه في لازم تعمل حساب النقطة أن المفاجآت بتحط المنتخبات الكبيرة وجد بعضها؟ وجد بعضها؟ وجد بعضها؟ وجد بعضها ببدري جدا يعني أنا الممكن جدًا يبقى الأرجنتين وفرنسا يلعبونها بعض وعن رغم من الأداء المبهر لفرنسا على سبيل المثال أداء استثنائي من الأرجنتين ممكن جدًا أن فرنسا تروح من الدور الثاني فأعتقد أنه أنا معجب بإسبانيا في قدر ما من اللي أنت تتروح لأنه هوية الفرقة بالنظر عن طبيعة الخصفة يعني أعتقد فرنسا والبرازيل نفس الأسماء اللي أنت ممكن تحطها في الاعتبار هي موجودة بس يعني كالعادة ثلاثة كبار وحصان أسود مفاجئ على الطرق الكرواتية على الطرق الرومانية البلغارية كل دورة كده لها يعني شكرا جدا رسوس خليد أحمد يوسف أشكركم وإلى فصل